هاي كيف كون بتمنى تكونوا بخير ان شاء الله اليوم جاي بقراءة عاطفية لبرشد تارو رحكي فيها عن مشاعرك ناويك وإلى ما ستقول علاقتكما كذلك رحكي عن مشاعر الحبيب ورح خصص فقرة للناس العزيب الناس اللي ما عندهم حدا بطريقهم رح نكشوف بالورق هل في عودة شخص من الماضي أو هل في شخص جديد بحياتهم رح نشوف شرح يطلع لك بطاقة بدي نوهي لشاغلي وكما يعود تكون على ان القراءة يعني ممكن تنطبق على البرج الشمسي والقمري والطالع وهناك في احتمالية انه تقول قراءة عكسية هيدا كل شي وما تنسوا تعملولي لايك وسبسكوبي بالقناتي وتحطولي لايك اي شي اي شي انا بكون سعيدة لما بتحطولي هيك وبتسندوني وتبعتولي مساجات حلوة رح يطلع لك يا برجة تلو برجة تلو ان شاء الله رح يكون خير ماذا كل الطاقات تلعت عندي هالشهر كل شي مدمر كل شي مخاصم ما بعرف ما بحب هيك طاقات صراحة عم يطلع كذلك يا برجة تلو نفس الشي انت حاليا تعرضت لصدمة وكتير هالصدمة ارهاقتك كانو انت بتحاول توقف على رجلك وبتحس حالك لازم تعمل توازن بحييتك يا برجة تلو ما بحب هيك طاقات صراحة حسك حالك يعني حزين للبعض منكن حزين على ابتعاد الحبيب او ابتعاد شخص مهم بحييتهم انا عم شوف في صدمة تعرضت له كتير قوية غيرت لك تفكيرك وحتى طاقتك يا برجة تلو عم حسك كانو عم تحاول تشافي حالك بحالك يا برجة تلو اما الشريك ما عم شوفه حاليا في حالة توازن ممكن يكون الشريك برج الميزين هالشخص يعني عنده قدرة انه يوازن بين عقله وبين قلبه عم شوفه هالشخص عم يحبك كتير في حب اوي من ناحيتك يعني عم يحبك الانسان كتير مش شوي يعني بس عنده القدرة انه ما ينجرف وراء المشاعر كتير عنده القدرة انه يحكم بين المشاعر يعني بين القلب والعقل ممكن عم يشتغل الانسان بمحكمة ممكن يكون قاضي محامة اي حدا بيشتغل بموضوع القوانين كذلك عم شوف يعني عم ينتظر يعني رسالة منك كذلك عم شوف الاوضاع مش حلوة انت والشريك عم شوفك حاليا عم تراقب الشريك عم تبحث له يعني ممكن عم تراقب عمواقع التواصل الاجتماعي عم شوف طاقة المراقبة كتير من ناحيتك انت يابر جدا له عم تتذكر هالانسان وعم تراقبه حاليا ممكن كأنه بحط يعني بحط صور هو مسافر هو مستمتع بلحظات جميلة وانت عم تراقبه وتشوف كل لحظة شو بيعمل فيها اوك كذلك عم شوف الشريك كذلك عم يتذكرك هالانسان في طاقة تذكر وعم يشوف هالانسان بيحبك كتير انا عم تشوف طاقة الحب كتير قوية لهالشخص بيحبك عم يتذكرك عم يتذكر اللحظات انت ومع يعني انت ومعه اا كتير سعيد يعني كتير طاقة الميزان عطل تطلع ما بايرف ليش يعني تطلع يعني طاقة الميزان بس ازا ما كان ميزان ممكن يكون برج هوائي كذلك او يعني حدا عنده هيك طاقة شخص بتلاقي متوازن يعني يعني يفصل حياته العملية يعني حياته العاطفية عنده هالقدرة يعني بشخصيته كذلك عم شوفك انت يعني ما بتحب فيه هالاشياء التي لا تحبوها فيه يعني ما بتحب فيه هاي الصفة طبعا يعني حدا صلب مش صلب يعني راسه تخين يعني ما يعني يعني ليس بالشخصية المرينة شخصية هيك عنيدة جدا فيها نوع من العناد القوي اوكي انت ما عم تحب فيها الشخصية وما عم تحب فيها هالصفات هالصفات عم ترهقك انت يا برجتالو بتحسو شخص بيعنود على ادفه الاسباب وهس يعني هالعناد ممكن هو سبب الابتعاد عن بعض كل واحد لحاله بس كل واحد عم يفكر بالاخر عم شوف حب من جهتين بس يعني في نوع من الصلابة والفكر العنيد اما انت عم تحب فيه اهتمامه لقلك شخصية جميلة وشخصية حساسة كذلك هالانسان يعني بتحب فيه انه مش بيقدار يبعد عنك برغم من حتى اوقات عم تبعدوا عن بعض وبتفترقوا عن بعض بس بتطلوا تذكروا بعض تتذكروا وترجعوا للعلاقة من جديد اوكي اما هو ما عم بيحب فيك كذلك حتى انت كثرة النقاش وكثرة الصراع انت وياه ما بيحب هالشخصية فيك بحسك انه لو تغير شوي من هالصفات يا برجدالو كانت العلاقة رح تكون احسن وفي التجاه احسن اوكي عم شوف كذلك انت بالضبط طالع يعني الكارت تبع الصدمة او كأنو انت حصل لك يا برجدالو صدمة بحييتك هالصدمة اثرت على العلاقة ما مخلت يعني العلاقة تستمر او وتروح لتجاه جيد اما الاشي اللي جي بي يعني بحسك ان انت شخص هيك قوي بالرغم من كل التعب او الملاقف الصعبة اللي اتعرضت لا يا برجدالو بتضل تكابر وتقاوم وتضل يعني تبحث عن النجاح شخص ما انو سهل يستسلم انت يا برجدالو ممكن عم يطلع لي كذلك ممكن الشريك يكون مبتعد عنك في ابتعاد جسدي او عاطفين عن بعض هدا بيطلع لك كذلك اما انت صراحة بحسك مدمر جدا ممكن ما يكون حتى العلاقة اللي مدمرتكن في شيء او في سبب مخلي حتى حتى الابتعاد سهل اوكي ممكن تعرضت له شيء بالعمل بعائلتك حتى يعني هذا الموضوع اثر على العلاقة وحتى اثر على حياتك انت يا برجدالو انا في كسرة قلب عم تطلع لي يعني انا هالفيديو عدتو كذا مرة لانه ما حبيت هالقراءة او ما حبيت الصدمة اللي تعرضت له يا برجدالو وعادتها يعني كذا مرة وعم تطلع لي هالكارت يعني في صدمة تعرضت له يا برجدالو انهكتك وخلتك يعني تحس بقلم داخلي ممكن تكون العلاقة هي سبب لانه هون في يعني طاقات كتيرة رح يتلع لنا كتير ثاقات اوكي اما انا عم شوف انه في جرح بقلبك يا برجدالو اما هو عم يتذكرك بيظال يتذكرك هالشخص عم يحبك حب كتير اوي برغم من البعد الجسدي بينك وبينه بس انا عم شوف في تمنيات انه يكون معاك هالشخص اوكي كذلك هالفي رجعة في احتمالية انه تكون رجعة للناس اللي مبتعدين عن بعض وخاصة عم شوف في بعض جسدي كتير اوي بينك وبينه عم شوف في رجعة ان شاء الله حدا رح يكتب مسج للبعد اوكي يعني في نية انتو مع بعض انتو مع بعض انتو والشريك عم شوفك داخليا يعني باللواعي طبعكن بتكون ترجع لبعد بتكون تكملوا العلاقة بس في نوع من العناد في نوع من يعني صلابة رأس ما بتخليكن تكون شوي مارنين انتو والشريك عم شوف في عناد كتير اوي من ناحيتك ومن ناحيتو كذلك اما الناس العذاب الناس اللي تحكي يعني قبل اتطرق على العذاب بدي احكي يعني الطاقات اللي طلعت عندي طلع عندي برج الميزين برج العقرب طلع برج الجوزاء الحمال الثور او او وشو تاني اوكي هيدا كل شي هيدا كل الطاقات ممكن حتى يعني اما الطاقات انا عم شوف الابرج الهوائية ابررج المائية والترابية والنري كل الطاقات طلع عندي لانه هيدا قراءة عامية يعني كل الطاقات ريح تطلع كذلك برج الاسد نسيتو اوكي هيدا الناس اللي عندن علاقه في انفصال بيننون بس الناس العذاب والذين ينتظرون شخص يعني قادم بحييتهم بيطلع لكارتك يا برج التالو في كارت برج التالو ممكن انت يا برج التالو عم تنتظر وبيخيلك وبيعاطفتك وحتى بقلبك يرجع شخص من الماضي عم تنتظر انه يرجع لك اوكي لانه عم شوف كأنه انت بتشوف انه العلاقة ماتت ويعني كأنه في قطيعة كتير قوية وكتير طويلة وانت تتمنى رجوع على الشخص وتتمنى تجدد العلاقة بينك وبينه ويعني قلبك يعني كتير مليان من ناحية هالشخص يعني حامل ضغينة وحامل اشياء سلبية لها الشخص لانه تركك لانه عم شوف في صدمة عددت له وعم تفكر بهالانسان كتير في التذكر يعني بتتذكره بتير يعني برج التالو هدا للناس العزاب يعني شفت هل في عودة ما عم شوف في عودة لهالشخص بس عم شوفك انت عم تتذكر هالانسان اذا عم تسأل هل في قدوم شخص جديد ما عم شوف كذلك يا برج التالو بهالشهر بس عم شوفك تتذكر انسان من الماضي او تتمنى قدوم شخص من الماضي نصيحة لبرج التالو كان في دعوة لبرج التالو على انه ما ينتظر هالشخص ما ينتظر ممكن انه عم شوف في هادا الشريك اللي يعني تتمنى انه يرجع لك هو بعلاقة حاليا لهيك ما عم يفكر انه يرجع لك او يبعد لك مسجر هدا ما بيطلع لي يعني اللي بيطلع لي بطاقة شهر اكتوبر لشكل هالطاقة سلبية تمنيت لو حط يعني بس كراءة واحدة تطلع لي حلوة ما عم شوف ما بحب رح اخد لك نصيحة فكرة هون حلو بيقلك ارقص وانه في احتفال رح يعني رح يحصل بحياتك يعني ممكن تكون في لحظة رح يجيك شيء حلو رح ترقص لفرحته وهون كمان بيقلك انت تعرف شو تعمل بس تقفي في احساسك ونظم او يعني حدد اولوياتك بالحيات وعمل عليها بالرغم من انه حتى لو تأخرت الاشياء رح تقتي ان شاء الله يعني بيدعوك الوراق على انه تبحث او تعمل تهتم بعملك تهتم بشغلك تهتم بكتير اشياء بالحيات تهتم حتى بالسعادة والفرح تعطي طاقة حلوة للك لتجلوب لك كل الخير ان شاء الله اوكي وهون كذلك بيقلك انه انت عندك صيلة جميلة جدا مع الاطفال وانت تساعد الاطفال الكتير حساسين اوكي انت تساعدهم حتى لو كان بضحكي حتى لو كان بابتسامي انت عندك هيك علاقة جيدة جدا مع الاطفال وممكن العلاقة الجيدة مع الاطفال لانه انت انسان هيك انساني انا بحب في شخصية برجة دلو انه شخص بحب الانسانية وبحب الحرية وبحب العدل بالحيات بحبهم لهالاشخاص لانه امي برجة دلو بتفاقل بيكون كتير وبتمنى لكم كل الخير ان شاء الله وما تنسوا تعملولي لايك والسبسكوائب لقناتي والف يعني بتمنى لكم كل السعادة يا برجة دلو شكرا للكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة